بعد استقبال الشهر الكريم لهذا العام يحمل معاناة أوقفت حركة العديد من الدول العظماء وأضافت معاناة أخرى على عاتق المواطن اليمني خصوصا بعد توقف العديد من الأعمال اليومية التي يعتمد عليها المواطن كمصدر دخل يحمل قطة يومه وأوقف عنوانا أرعب العالم بما حمل من كارثة صحية غياب العديد من الأعمال سيحمل المعاناة للعديد من الأسر كون المواطن اليمني يعتمد على الدخل اليومي والذي بغيابه سيضع العديد من الأسر تحت حط الفقر خصوصا بعد أن باتت أيام شهر الخير تطرق الأبواب بهم أضاف الرعب وجعل في قوائم المواد الغذائية أدوات التعقيم كاحتياج أساسي لم تتمكن العديد من الأسر الحصول عليه شهر مضان أضغر الشهور السابقة كون حدث عالمي فيروس كورونا الذي أضرب باقتصاد العالم كورونا والمجتمع اليمني قوز من هذا العالم فأضاف للمشكلات السابقة المشكلات الاقتصادية التي يعاني من المجتمع اليمني والتقار أستغلوا هذا الظرف كورونا فأضافوا على الشعب اليمني مأسفق مأساتيه مسابقة أكثر فئات الشعب تعتمد على الدخل اليومي يعني ما تقدرش تنتظر للبعاشات وخصوصا في حوض التعازي يعني البعاشات متأخرة وقام قطع لبندة شهور كثيرة وهذا بيضيف عيب فوق العب كورونا وعيب يعني غلال أسعار التقار قاصة يعني زادوا بأسعار السلع لم يعد المواطن اليمني يحمل فاتورة البحث عن الغذاء فقط والتي قد لا تتوفر بتوقف الأعمال بسبب الوباء الذي أضاف فاتورة أخرى تحمل الاحتراز والحفاظ على سلامتهم دون النظر إلى مصدر دخلهم اليومي ترجمة نانسي قنقر